السلام عليكم أصدقائي نتمنى أن تكونوا في أجمل الأحوال هذا اليوم نقدم لكم وصفة سمك الروجي في الفرن بتتبيه لجد رائعة خليكم معي أصدقائي باش تشوفوا طريقة التحضير بونجور اي بيانوني دو ماشي نيو ترشين جسبر كوزالي بيان اوجو دو جو بارتاج اوجو جو بارتاج دو بوصن روجي او فور ريستي اوكما يظهر على سبيل مسرحة أرادتك أطلب محقري من المستخدمين تحضير سعرط في مليط كذب مصرحة 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 وغيره مصنع ملعب الناس لتكينيغم مع الزجيلا وصنعي اشعروا برقام لمعرفت و قد باشا كم مباشرة أسألوم وأشعروا على ألعب و مرحبت مع ثلاثة لأول جادة وأضعوا ألعب و تشعروا بالأل و أبيرت حلومها و أيضاً أعبوا على أبصاً أموذرة. لا أضعوا بالطور سوف أضطرق على زيار المعرش في القليل بعد معرفة المعرشة سوف أضطرق في هذه المعرشة إلى في جائمة وإنسافة وقف في حيثة غير مصدرق على خلال المتالحة بعد نضيفه المعرشة في فور أضطرق على الإطلاق لذيكرة يمكنكم مرارشة وأضطرق على المعرشة المعرشة 2 citrons sur le plat et sur les rondelles de poisson j'ai mis les poissons j'ai déjà chauffé mon four à 180 degrés je mets mon plat entre 20 à 30 minutes أصدقائي لتحضير هذا المصفى بالتبالشارمولة أو بالتبالة المغربية أصدقائي نأخذ واحد الأنية للخلط نوضع فيها أتبع بلنأخذ شوية ملح دائما على حسب الضوق والرغبة واحد الملعقة صغيرة للتحمرة أو الفلفل أحمر الحلو وملعقة صغيرة دائما ضفت نسبة ملعقة صغيرة دي أو الزنجبيل ونسبة ملعقة الصغيرة دي الخركم أو الكوركم أصدقائي واحد شوية دائما واحد شوية دان فصوص دائما اللي تحنتهم مع بعض أصدقائي وضفت في ملاعقتين حتى الثلاث ملاعق كبار ديال زيت الزيتون أصدقائي لا لاحظوا أنا ما ضفتش عصير الليمون لأني غادي نوضع السمك على الدوائر ديال الليمون ناخد واحدة صينية اللي تدخل الفرن فرجت لها ورقة طهي تقدر توضعوه مباشرة وضعت دوائر أو أقراص ديال الليمون وضفت على هاد الأقراص ديال الليمون السمك أصدقائي من بعد ما شرملتو جيدا كما كتلاحظو داخل وعوف الخارج وتركتو في هاد الشرمولة من 15-30 دقيقة في الثلاجة من بعد أصدقائي قلت أنني وضعت السمك على دوائر ديال الليمون سخنت أو حميت الفرن على 180 دراجة نترك السمك يطيب حوالي من 20-30 دقيقة أصدقائي كما كتلاحظو بعد ما انطبخ السمك أنا رافقتو ببركوكش هي وصفة ليدة كتير أنا أظن أني غادي نحط الرابط ديالها بالنسبة للأشخاص اللي يحبوا أنهم يحضروا ببركوكش أنني رافقته مع السمك ترجمة نانسي قنقر